موسيقى مساء الخير على كل مشاهدينا برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ستة ستة طبعا حضراتكم لحظين نحن خلال الفترة اللي فاتت ومن شهور الحقيقة مخصصين كل يعني أو معظم خلينا نقول فقراتنا عن موضوع الطلاق النهار ده هنتكلم في الفقرة دي عن حاجة النسطة تغفل عنها الأثار السلبية لاستخدام الأطفال كوسيلة ضغط ما بين الأزواج المنفصلين ده بيحصل وعلى فكرة ده أساس كل الخناءات اللي بتحصل ما بعد الطلاق وأسباب بقى تكوين جروبات علشان تغيير قانون الأحوال الشخصية كل ده رؤية الصرف على الأطفال التعليم بتاعهم على فكرة فيه كتير جدا من حالات الانفصال ما بين الأزواج واللي بتنتهي زي ما حضراتكم عارفين بالطلاق اللي النسب بقت يعني شوتين جدا أو عالية جدا بيستخدموا الأطفال نفسهم كوسيلة للضغط من أحد الأطراف على الآخر علشان طبعا يحققوا شوية رغبات أو أهوأهم حتى الشخصية وكل ده يعني من غير ما يفكروا أن في عواقب خطر جدا ممكن يحصل أو ممكن تحصل من تأثيرات نفسية سيئة على الأطفال الصغيرين اللي طبعا في النهاية هما ما لهمش أي زنب غير أنهم ضحايا لأزواج ممكن يكونوا جدا غير مسؤولين طبعا هنتكلم على خطورة الموضوع ده على الأطفال نفسيا واجتماعيا وتأثيره على نفسية الصغيرين مع دكتور أمال إبراهيم الاستشاري للعلاقات الأسرية دكتور أمال برحب بحضرتك معا أهلا بيك والله النهاردة احنا بنتكلم في الفقرة دي بنتكلم على شقين الأطفال بيتم استخدامهم كوسيلة ضغط قبل الطلاق وقت الخلافات وكمان بعد الطلاق وأحيانا بيبقى طبعا فيه جزء مهم اللي هو محاكم ورؤية وحقوق تعليم ومدارس كذا كذا حاجة الأول كده اسمحيلي أن احنا نتكلم عن الموضوع ده قبل الطلاق فعز الأزمة اللي هي هتؤدي في النهاية للطلاق أصاروا إيه؟ خلينا نقول لما بيكون فيه سرعات بين الزوج والزوجة ويكون الأطفال طرف فيها ده أصعب حاجة ممكن تأثر على نفسية الأطفال استخدام الأمة للأطفال كوسيلة للضغط الاستمرار في جواز فاشل أو أن أنا زي ما يكون بقايده المقايدة على رؤية الأطفال في مقابل مجدي أننا بطول الوقت بستخدم الأطفال أو كل واحد في الزوج أو الزوجة يستخدم الطفل عشان يجيبه نحيطه أو يحننه عليه أو يكلمه كلام سلبي على الطرف الآخر الأمة أو الأب في كلتا الأحوال كلنا خسرانية لازم ندرك ذلك الزوج والزوجة اللي بيستخدموا الأطفال بأي شكل من الأشكال تعالي أما شهدك ممتك عملت إيه؟ بالضبط تعالي أما شهدك باباكي ضربني حيث وكمان طبعاً وكمان أن أنا مش بس أشهدهم أن أنا أتكلم بطريقة سلبية زي ما تكون الأمة ما بيحصل مشكلة تحكي لولدتها أو أختها أو قريبتها أو صحبتها كل ده في التليفون في وجود الأطفال ده خطر جداً كأنها عايزة تسمعهم بشكل أو بآخر علشان لا تلام بعد يعني إذا كان فيه خطوة خطوة للانفصال الانفصال ما يلومهاش هي حقيقي بس مش الجزئية دي كمان جزئية أنك بتتكلمي من غير ما يبقى فيه حتى وعي حتى لو هي مش عايزة تستخدمهم وبتتكلم قصاتهم من غير ما تاخد بالها أنك لما تتكلمي قدام الطفل على حاجات سلبية في القدوة بتاعته إحنا لازم نعرف أن الزوج والزوجة ما بيدخلوا في علاقة زوجية وبقى فيه أسرة فيه أطفال تعرف أني أنت القدوة وهو القدوة أن الأطفال بيطلعوا نسخة من كنتم لتنين فلما تهدمي هذه القدوة أنت بتهدمي الطفل اللي جاي مفروض أنك بتحبيه فأنا بس عايزة نغير مفهوم الحب أنت بتحبي ولادك لأنهما ولادك بس هما مش ملكك مش ملكية مش حب تملك مش أنا عايزة ناحيتي أنا بس وأسوأ صورة الأب علشان بعد كده أبقى يبقى أسلح في إيدي أنت لما بسوأي صورة الأب أنت بتفسدي داخل الطفل مشاعر مهمة جدا بالنسبة له القدوة والسند طيب ده في جزئية ما قبل الانفصال الأول قبل ما سيبها هل فيه تأثيرات مختلفة يعني طبعا للسن يعني فيه ناس كتير يقولك ده عنده ثلاث سن ده مش فاهم حاجة وفيه تأثير كمان على اللي أكبر والأكبر لغاية لما نوصل لسن المرحقة يعني كل دول كل سن بيبقى ليه وقع مختلف عن السن ده سؤال يعني رائع ليه لأن فعلا زي محارك قلت كده أن مفيش حاجة اسمها الطفل ومش فاهم الطفل شخصته بتتكون من سنة لخمس سنين دي شخصية كلها بتتكون في الثلاث سنين أولى الطفل اللي عنده ثلاث سنين فاهم كويس قوي وكل الأحداث لو الأب بيتعامل مع الزوجة بعنف بيضربها أو بيعنفها لو الزوجة بتزعق طول الوقت أو بتختلف كل الكلام ده بيتسجل في تسجيل صغير داخل عقله الباطن بيبقى عنده موجود وهو اللي بيأثر بيسترجعه بقى لما يكبر فأي وقت بيحتاجه بيسترجعه وبتبقى مرجهية بالنسبة له في علاقته المستقبلية يبقى أنت بس مش بتأثري عليه حاليا أنت بتأثري على اختياراته المستقبلية نفكر فيها كده طيب الطفل من سنة الخمس سنين بيتأثر إزاي بيتأثر في أشكال مختلفة من سنة الخمس سنين الأمان بالنسبة للطفل الأم فأنا بناشد كل الأباء اللي بيختلفوا مع زوجتهم لو الطفل خمس سنين ما ينفعش تاخده لا تغامر أنك تاخد طفل قبل خمس سنين ده بيفقده إحساس الأمان ده مستحيل يبقى سوي نفسيا ده هيتعب نفسيا جدا جدا ولا يوجد بديل الأم يعني ما فيش حد ممكن يكون بديل إلا في بعض الحالات هجيب له دادا هقعده مع أختي هقعده مع أمي هقعده مع الجرام لا بديل للأم لا بديل للأم من سنة الخمس سنين طيب في حالات الزوجة فعلا تستاهل أنها تتساب أو في مشاكل للدرجة أنه ما ينفعش توقع وأنها غير أمينة ممكن في حالات طبعا غير أمينة على الأطفال خلاص دي حالات إحنا بنقول دي الحالات الصعبة والحارجة زي ما بنتعامل كده في العمليات حالات حارجة لازم نشيل رجله عشان يقيش خلاص هنشيل ونحاول نعوضه تعوضات مختلفة لكن الطفل من سنة الخمس سنين خلين نتفق أهم حاجة يكون مع أمه طيب الطفل ده بيظهر عليه أعراض بيظهر عليه أعراض ده اللي عنده تبول لإراضي كل حالات التبلق اللي أضي في السن ده في الأطفال المنفصلة بسبب ده الخوف بيبعان ده خوف وقلق وعدم إحساس بالأمان وبعدين الطفل ده اللي حططيه في بيئة أسرية بين أب وأم متعود على البيت ده متعود على المدرسة متعود على الحضانة متعود على العيلة لما تغديد غيرينه البيئة اللي عاش فيها عشان تحطيه بيئة جديدة ده خطر برضه ده الولاد اللي في السنة الصغير دول لما بيغيروا مدرسهم بيحصلهم الأثار النفسية دي أما المبالد بقى حد بيغير له كل حياته اللي 24 ساعة بتاعت يومه يعني لا وبتغير له المكان والمجتمع نفسه بتقوم بتغيير مجتمعي وممكن للأسف بيخرج من طبقة معينة ليينزل ليطلع حتى لو نزل أو طلع يعني بقى في طبقة أقل أو في معيشة ظروف معيشية أقل دي بتؤثر عليه تأثير سلبي كبير جدا أو لو أكتر عشان كده برضه بقول للأباء لو سمحتم الصرف على الأطفال مش عشان خاطر الزوجة كان فيه مشاكل بينها ده حق الطفل لا ده فيه أباء بينسوا أن هم خلفوا أصلا بدم يعني حصل طلاق أو انفصال يعني بيسقطوا دول الأولاد من حساباتهم بس بتبقى برضه عايزة أقول بها فيها جزء منه عند وانتقام انتي طلبت الطلاق طالبية انتي بقى شيلة بقى شيلة كل الليلة والموضوع بس احنا عايزين نقول كده برضه لكل السيدات اللي عندهم مشكلات زوجية ان المشكلات دي موجودة من الأزل طب ايه السبب ان الناس اللي زمان ما كانتش بتطلق ودلوقتي بقت الأعداد كبيرة جدا يمكن دكتور ان زمان كانت عيبة يعني يقولك يا نهارب يات حتتطلق ايه ده ما عندناش حد تطلق قبل كده يا نهارب يتبصوا دي مطلق يعني كانت الكلمة سيئة السمعة دلوقتي ما بقيتش سيئة السمعة يعني يمكن هو ده الفرق بالضبط مرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا احنا كان عندنا العادات والتقاليد حكمة المنظومة الأسرية أكتر بمعنى ايه بمعنى ان احنا لما الناس كانت بتختلف كان عندنا مرجعية لأب والأم والكلام وكلام كل الناس كانت بتتكلم في جزئة واحدة ازاي استحمل ازاي الناس عندها مشاكل تبقى مشاكل مؤقتة وممكن تتحل مستقبليا واستحميل الظروف كان كل الناس بتؤدي لطريق واحد بلاش تتطلق المشكلة الحالية التغير المجتمعي كل النداءات بتقول لا انت مش مشكلة انت ممكن تعيشي لوحدك انت ممكن تبقي وتعيشي وتبقي مستقلة وانا اخد ابنك يعني فيه أهالي بتعمل ده فده علشان تحتفظ ابنتك وأولادها تهدومي حياة طفل في مستقبله القب ده حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم برضو بمعنى نتكلم على التأثير على الأولاد ماهو ممكن يستمروا دكتور أمال ويبقى مثلا الأب بيتعدى على الأم الأم بتتجاوز مع الأب وده في حد ذاته مايبقاش environment أو بيئة صالحة لأنهم يكبروا ففيه ناس ساعدت تقولك لا ده الطلاق أكرم للعيل الصغير ده بدل ما يشوف المهازل اللي بتحصل ازاي يعني نوازن ما بين ان ده حيبقى معذب في حياته لو استمرت الزيجة دي وازاي ان ده حيبقى أفضله لو اتطلقوا احنا عايزين نتفقى في الأول ان احنا منتكلم على مساوئ الطلاق وقد كده ممكن يؤثر على نفسية الأطفال لكن هذا لا يمنع ربنا اللي أسن الطلاق وجعله أبغاد الحلال صح يعني احنا بس ان فيه لزوم ليه طبعا فيه ضرورة لوجوده لكن احنا بنقول احنا عايزين الناس تبزي المجهود لكن مش معنى كده ان تستمري في علاقة مؤزية ليكي والأطفالك ما فيه أباء بتبقى سادية صح وفيه زوجات بتبقى نفس القصة بالزبط وفيه ناس بتخالف كل الأعراف والتقاليد الخاصة بالعلاقة الأسرية صح ما نقولش ان تستمري أبدا في علاقة مؤزية ليكي والأطفالك لكن بنقول عايزين نخلي قرار الطلاق قرار صعب ان احنا هنغضو يبقى هو أقصى وأصعب حاجة ممكن نعملها نمشي خطوات كبيرة للصلح نمشي خطوات للإصلاح بمعنى ان احنا نعرف يعني هي إدارة خلاف احنا دي مشكلتنا الأساسية العلاقات الأسرية أساسها إدارة خلاف صحيح انا ممكن اكون بقولك حاجة بطريقة مش صح لكن انا عندي حق بس تبقى لك بطريقة غلط فانت بتفهميها بطريقتك وبالتالي المشكلة الصغارة اللي قد كده بتكبر قد كده حسن إدارة التعامل مع الأطفال إذا كان شر لابد منه يعني خلاص هنستسلم ونقول أن الزوج والزوجة حاولوا على قد ما يقدروا لكن فشلوا وحصل الطلاق العلاقة بقى اللي هي إيه احنا هنقول لكم اللي المفروض تكون عليه وأكتر طريق قريب من المفروض ده هو الطريق الصح دكتور أمال ياريت توضحي لنا بقى حصل الطلاق نتعامل إزاي مع الأطفال دي؟ زي ما قلنا قبل كده من شوية إن الأطفال اللي من سنة الخمس سنين ده صعب جدا أنك تبعيدوا عن أم ولازم حق الرؤية حق رؤية الطفل ده حق الطفل مش حق الأب ولا الأم بالزبط ده حاجة مهمة جدا ده مش عشانه ولا عشانك ده عشان هو لازم يكون متواجد بمعنى لنا نتكلم بطريقة كويسة جدا عن الأب الأم تتكلم بطريقة كويسة الأب نفس القصة خلوا الخلافات بقيزة عنه تختلف أولا ما يسمعش أي كلام سلبي على الأب والأم الطرفين يلتزم وما حدش تتكلم بطريقة سلبية إن إحنا نلتزم في الموعيد الخاصة بي أحيات ميلاده دخوله المدرسة الأول مرة دي ذكرياته ما ينفعش تحريم الطفل من ذكريات ما ينفعش الصورة يبقى يعني بيفتقد حد من الأبوين في نهاية يعني سواء الأمة والأب لأ أنا هتصور أنا معها الوحدي ومن حقه تخيل الطفل نفسه يبقى فيه في صورة كاملة أنا والأب في نفس الصورة نحاول نحتفظ بتاريخه بيعني بذكرياته دي حقه هو برضه طالما خلفتي اللي بقى عندك مسئولية صح يبقى لازم نتحمل هو دي القصة أنا خلفت وعندي طفل بقى مسئوليتي يبقى ماشي ممكن أعمل حاجة أبقى مش حباها قوي بس عشان خطره لكن ماكملش في علاقة مؤذية برضه تاني أيوة لكن حتى لو كده بيتحط هو في الاعتبار طريقة التعامل تبقى متحضرة أو إنسانية لغاية لما يبقى شب وعاقل وهو من نفسه هيقدر يقايم لو أنت أمه وتعبتي وشئيتي ومسلا الزوج ده يعني غلط في حقك وقسي عليكي وانت تعبتي أكيد الطفل ده بأخذ باله بس بلاش أنا يعني خليه لما يجبر هو يقرر ده آخر حاجة أنا عارفة أنه وقت بينتهي بس آخر حاجة لأنه كان جالنا سؤال عنها أم كانت بتقول أن كل ما جوزها يتخنق معاها يهددها بأنه حياخد حضانة الولد يعني في حضور الولد فالولد بقى عنده خوف أنه هو يعني كأنه حيتخطف كأنه حيتاخد إيه أخبار التهديدات دي في التعامل؟ خطر جدا يعني هو أكبر من خمس سنين بس ستيل يعني هو 12 سنة بس ستيل حاسس بإضطراب شديد لما بيتقلوا حتى الجملة دي طب خلينا نخوف بس الأهالي عشان بس أنتو بعرفها خطورة اللي أنتو بتعملوه ده أن التهديدات للطفل وأنك دهول الوقت بتستخدمه ككارت وانت بتستخدمه ككارت ضاغط عليه الطفل الـ 12-13-16 ده هي دي بداية دخول الإدمان أن الطفل ما بيعنده مشاكل كبيرة جدا عايز يتخلص منها؟ لا عايز يغرب من هذا العالم الحقيقي ويروح لعالم تاني في طراضي بقى في دماغه هو اللي مقرره فالأسف دي بتبقى بدايات خطرة جدا جدا فأنتو وأنتو بتختلفوا إنتو تجوزتوا بعض إنتو الاتنين اخترتوا بعض هو مختاركوش الحقيقة هو مختارش فهو ملوش أي زنب في الخلاف اللي بينكو لكن إحنا نقعد مع بعض مع ناس كبيرة من الأسرة ونتفق مع بعض إحنا هالربي إزاي؟ من غير محاكم من غير قصص أنا عارفة أن دي تقوى صعبة وفي ناس صعب جدا تتفاوضي معهم لكن نحاول كل ما حاولنا على قد ما نقدر ندور على مصلحة الطفل ده والطفلة دي هيفرق جدا لأن مثلا الولد بيحتاج وجود أب سن عشر إلى ستاشر ده لازم أب خدوة ما لفين جملة هقول لبابا لو ما عملتش هعمل لازم تفضل تقول هقول لبابا لازم يبقى عنده حد يخاف منه حد سهد مش خوف حد يحترمه يعني حد يكبيره حد يعمل حسابه صحيح لازم يبقى دايما عنده حد يعمل حسابه دكتور أمال أنا يعني بجد سعيدة بوجود حضرتك معانا النهاردة وللأسف الوقت انتهى لكن المشاكل ما انتهتش ده احنا لسه عايزين نعمل فقرة يا جماعة عن موضوع الرؤية أن الولد الصغير أو البنت الصغيرة تروح مكان عام علشان تقابل الأم أو تقابل الأب قد إيه ده بيحطم من النفسية وده برضو ابتزاز من الأب والأم هما الاتنين للطفل بدون أي مبرر صحيح القانون بيجيز ده بس فين روح العيلة فين روح الأسرة فين روح أنك عايز تطلع طفل أو شاب سوي ده هنفرد له حلقات كتير فيما بعد لكن دلوقتي خلوني أشكر مع حضرتك دكتور أمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فاصل ونكمل مع حضرتكو ستة ستة تخليكم معنا كل حاجة بتحصل في حياتنا ليها عامل كبير قوي في أن بشرتنا تتأثر ويحصل فيها مجموعة من الحاجات اللي بشرته بتبقى جافة اللي بشرته بتطلع حبوب على فكرة موضوع الحبوب ده مش مقتصر بس على حب الشباب لا كمان في حبوب بتحصل للبشرة الدهنية يعني معنا كده أن بشرتنا دي هي مرايتنا واللي بتظهر طبيعة صحتنا أو حالة صحتنا عشان نبقى بنتكلم صحة خلينا نرحب الأول بدكتور دينا أبو السعود في ستة ستات وحتكلمنا كالمعتاد عن بينكي دكتور دينا برحب بيك أهلا بيك يا دينا يعني دلوقتي أنا عايزة وشي أو بشرتي تعكس يبقى فيها تقلق صحيح يبقى بتبقى بتلمع مش بتلمع لما عندهني لأ تبقى بشرة صحية إيه مواصفات البشرة الصحية؟ مواصفات البشرة الصحية إن كنت تبقى غسلة وشك ووشك مورد فيه جلوينج فيه نضارة بشرة خلية من العيوب دي البشرة الصحية صعب إن أنا أوصل لبشرة صحية من غير ما أعمل ستيبس أو خطوات دلوقتي بعد ما كريم بينكي نزل الخطوات بقت سهلة جدا 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 الحقيقة بشرة صحية يعني لازم أستخدم كريم مضاد للأكسادة أستخدم كريم ترطيب أستخدم كريم تغذية أستخدم كريم فيه فيتامينز ده تحقق بكريم بينكي كريم بينكي بيديك بشرة صحية جدا بيعيد لك بناء الكولوجين اللي فقد بيوفقت جامد قوي من بعد سنة 25 سنة وأحيانا بيكسر من قبل كده وانس إن بروتين الكولوجين فقد من البشرة بتبقى البشرة تقدر يعني بيطلع لها تجاعد في سنة مبكرة أوكي وبتبقى البشرة ما فيهاش نضارة خالص يعني لون بهتان أي هي دي بقى هي اللي عايزة أقولها كان طايرة مني اللون البهتان ده يا دينا ده مؤشر على إن برشتي محتاجة حاجة طبعا محتاجة أو الهالات السودة مؤشر إنك إنتي محتاجة حاجة تحت عنيكي وحاجة إنك تديكي نضارة وحاجة تنشط لك الدورة الدموية وانس إنك استخدمت كريم بينشط الدورة الدموية إنتي مش محتاجة تحطي ميكوب كتير صح كريم بينكي المكونات اللي فيه اللي بتعمل كل ده لو هتكلم مع التغذية أنا عندي فيتامين إي وعندي فيتامين سي بيعمله تغذية حلوة قوي وفيتامين سي بيعيد بيلاقي الكولوجين لو هتكلم مع الترطيب عندي زبدة شيا وزبدة كاكاو ومستخلص التوت البري بيعمل ترطيب حلوة جدا جدا ومادة السريسين كمان بتعمل تأشير وترطيب في نفس الوقت لو هتكلم عن مضاد الأكسادة طب كريم بينكي بيعمل كواقل الأكسادة فيتامين سي من الدرجة الأولى ومستخلص الشاي الأخضر اللي داخل كريم بينكي من الدرجة الأولى فأنا بكريم بينكي هاخد النظرة اللي أنا عايزها ومش محتاجة معاه أي كريم من الكريمات الأخرى جميل من فترة كده بينكي عمل لنا أحجام يعني دي على فكرة من الحاجات يعني أولا طبعا عايزك تقول لنا الأحجام المتاحة إيه وعايزة أقولك إنها في غاية الأهمية لأن إحنا طول الوقت مشيين بالشنطة مش عايزين نحط في الشنطة حاجات كبيرة تزحم الشنطة أكتر ما الحاجات اللي فيها يعني دولاب متنقل الشنطة دي فتكلمين على أحكام كريم بينكي كريم بينكي نازل بحجمين الحجم الكبير عندنا 100 ملي 100 ملي ده ينفع للبشرة وينفع لجميع الحق الجسم يعني ستات كتير ما بقتش تستخدم كريم بينكي للبشرة بس بقت تستخدمه تحت الإبط أو ستر المنطقة دي غامقة عندها الركب الغامقة الكوع الغامق عقل الصوابع كتير بتلاقي بنات عندها عقل صوابع غامقة جدا كعب الرجل كمان عندي كمان الأصغر شوية اللي هو 50 ملي دي يعني أنا نازلة هات فترة طويلة قدام البحر لازم أستخدم كريم بينكي أو قدام البول بسين في حتة فيها شمس عالية لازم كل ساعتين أعمل ري أبلاي لكريم بينكي أنا برة في الشغل في شابينج في أي حاجة إيدك بتنشف جدا فلازم كل ساعتين أرطب إيدي بكريم بينكي يقول لي طب الحجم المية كبير فاتعمل 50 ملي سعر الحجمين طحفة ما فيش تفاوت في السعر قوي السعرهم حلوة والتنين مرخصين من زر الصحة المصرية إزاي أحصل على كريم بينكي وعلى فكرة اللي عايز يحصل على كريم بينكي مش هيحصل على كريم بينكي بس إحنا هنقول دلوقتي حاجات ممكن نضمها للشوبينج لست بتاعتنا وتجلنا لغاية باب البيت حكي لنا توصل لنا كذلك طريقة الحصول سهلة عندنا رقم على طول سابعة على الشاشة ده الرقم الوحيد لشركة ميرتي لمنتجات بينكي وغير بينكي اللي هنتكلم عنه طبعا شركة ميرتي موفرة منديب في كل محافظات مصر السحل الشمالي موجودين شرم الشيخ موجود أي محافظة يعني أي محافظة احنا موجودين خط السعيد كله نقدر نعمل الأوردر من الرقم ده بكريم بينكي وبقية المكونات المنتجات بتاعت شركة ميرتي المنتجات اللي نزلت وعملت نجاح كبير جدا لو هبتدي الأول معاك يا دين هبتدي بالصابون الطبي اللي اسمه ميك بينكي سابون الطبي دي صابونة هيلة جدا صابونة بزيد الزتون وبفيتامين إي طبعا دي أول نوع صابونة عندنا دي بالطمي المغربي طبعا فيتامين إي وزيد زتون دول موجودين في الخمس أنواع دول سابتين معاك الطمي المغربي دي حلوة قوي قوي لأصحاب البشرة الدهنية لأن دي بتعمل تنظيف أكتر بتزيل بتنظف فبتزيل الحبوب يعني بتخفف الحبوب طبقة الدهنية دي اللي هي الزيادة الزيادة عندي كمان بالعسل والشفان دي حلوة قوي للبشرة المختلطة والبشرة الريبيرين دي بالعسل والشفان دي برضو البشرة دي الماسك أيوة طبعا يعني نفس المكونات اللي الواحد بيعمل بيها ماسك مغزي انت عارفة على طول بس عن طريق صابونة لأنني منسمع على طول على السوشيال ميديا حطوا عسل العسل مفيد بس يعني طب وبعدين بقى هنقضى تلزيق تلزيق جمد قوي يعني سهل تحطيه وطعب تشنين أيوة فقرنتي تعمل صابونة بالعسل مفيش بقى تلزيق والكلام ده عندي كمان صابونة بايه كمان يدينا ريبيرنج دي لب العسل عندي بزيت جنيل أمح زيت جنيل أمح دي لأصحاب دي الأكسا هيدريشن دول اللي عايزين ترتيب زيادة يعني زيت جنيل أمح مش برشحة قوي لأصحاب البشرة الدهنية لكن برشحة قوي قوي للبشرة الحساسة قوي والجفة قوي عندي كمان آخر واحدة عندي الأكسترا برايتنس عندي تفتيح زيادة دي مناسبة لجميع أنواع البشرة دي بالعيرق السوس وتوت البري دي اللي أنا بقول عليها اللي هي الأكسترا برايتنس دي تساعد بقى كريم بينكي في موضوع التأشير والتفتيح واللي عايزة تفتح أكتر تعمل أوردر بالبرايتنينج اللي هي التفتيح آخر واحدة عندي دي بالفحم أي أنواع بشرة تطلب البفحم ضروري يعني ممكن مثلا تطلب أصحاب البشرة دهونية تطلب البفحم ومعها الطام المغربي أو العسل والشوفان أصحاب البشرة الجافة تطلب البفحم ومعها جنين الأمح اللي بالفحم دي توكس يعني بدي كل الخلال ميتة والسموم اللي منتعرض لها كل يوم أنت كل يوم بتنزلي تراب عوادم سيارات بشرتك بتمتص السموم دي ولا في الحر بقى لا 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 مأساية طيب إيه بقية المنتجات اللي ممكن أضمها للشوپنجلس بقية المنتجات يا دينا نقدر نتكلم عن الشاور كريم الشاور كريم المتعرف عليه شاور جل أنه نستحمى بالشاور جل نستحمى دوقتي بالشاور كريم بتاع شركة ميرتي الفرق بين الجل والكريم أن الكريمي لما تيجي تأخذ الشاور بحاجة كريمي هتطلعي من الشاور جسمك في ترتيب بالظبط ناعم جدا الجل بينشف شوي طبعا عندنا خمس أسوري أربع روايح عندنا بالفانيليا وعندنا بالعنبر وعندنا بالكوكنت وعندنا بالعنبر وفانيليا أهي بالتوت 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 المري الموف صحي كده ده اللوشن يا دينا يعني ما دام الصورة دي نزلت الأول ده اللوشن ده بادي لوشن ستة تقدر تختار الريحة اللي بتاعجبها طب هل البادي لوشن ريحته بقى بتبقى مستقرة يعني بيعود شوية عارفة كل البادي لوشن بتاعه هي عشر دقايق لا بعد كده ما تشميش ريحك اللي هتستخدم اللوشن بتاع ميرتي هتلاقي الريحة بتفضل ثمان ساعت ثمان ساعت ثمان ساعت ثمان ساعت أنا رادية باربعة فطبعا ده البادي لوشن طحفة وفيها ترتيب وكله زيت صبار ألوفيرا عندي بادي سبلاش كمان شركة ميرتي طرحت بادي سبلاش اللي هو الفراشنس ده البادي سبلاش ده بنفس الريحة بتاعت اللوشن برضو الأربع أنواع طب ايه المختلف يدينا للبادي سبلاش ده اللي موجود في السوق البادي سبلاش بتاع ميرتي معمول بالكاموميل والجليسرين فبتقدر تحطي دائرة على الجسم مش هالهبك إطلاق مش كحول يعني لا 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 مش هالهبك كمان خالص وبيعمل ترتيب أكتر كمان فكل المنتجات دي أنا كلمت على الشاور كريم معاك أيها وكلمت على البادي لوشن وكلمت على البادي سبلاش وكلمت على السابونة وكلمت على بينكي فكل المهم فضل حاجة واحدة بس إيه يا دوندون إن كل اللي بيشوفونا يطلبوا على أرقام التليفونات اللي ظهر على الشاشة ويعملوا الليستة بتاعة الشوپنج بتاعتهم بالزبط دكتور دينا أبو السعود بشكرك شكرا جزينا على كل المعلومات عن المنتجات اللي تخدمنا قوي قوي في فصل الصيف خصوصا والدنيا حر والشمس طلع والجفاف وطبعا الجسم محتاج لحاجات المرتبة فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ستة الستة وصلنا مع حضراتكم لفقرة التخصيص والرشاقة مع دكتور دعاء سهيل ولسه مستمرين في إنجازات مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء دكتور دعاء دايما بتكون مهتمة جدا إنها تلاقي حلول لمشاكل حقيقية بتواجه أطفالنا وشبابنا كمان وبتحاول تنشر الوعي والتوعية يعني بأقصد الطرق اللي تناسب مجتمعنا اللي بيها كلنا نفهم إيه اللي ممكن نعمله علشان نكتسب صحة جيدة وجسم رشيق النهاردة مصطدفالنا شاب خاص مع دكتور دعاء يعني دكتور دعاء مصطدفال نهاردة من 100 كان 100 كيلو وصل ل74 في شهرين اتنين هنعرف كل التفاصيل لكن طبعا كالمعتاد لازم نرحب الأول بدكتور دعاء سهيل دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء وأول مؤسسة فكرة التخصيص أونلاين في مصر ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي برحب بيكي معنا دكتور دعاء أهلا بحردك أستاذ دين طبعا برحب بضيفك إسلام مستضيفة معنا النهار أهلا بيكي إسلام إسلام جاي لنا مشوار طويل قوي إسلام من أسيوت أيوة بيكلم سعيدي وإحنا بنجهز أننا نبدأ الفقرة فعلى طول العط أنه هو سعيدي أهلا وسهلا أنه منورنا إسلام أهلا وسهلا حضرتك عايزة بقى وإحنا بنبدأ كده نتكلم مع إسلام نشوف العينة بينا نشوف إسلام كان يعني قد إيه وبعدين بقى إيه طبعا إسلام اختلاف تماما يعني في كرشة ده راح فين يا إسلام الناس كتيرا بتسألنا على الكرشة برضك راح فين والحاجات راح فين حاجات يعني 74 بعد ما كنت 100 يعني 26 كيلو 26 كيلو في شهرين إسلام الأول احكي لي كده رحلتك بدأت إزاي مع دكتور دعاء سهيل ويعني بدأت التتواصل معها إزاي أنا كنت بتبح الدكتورة دعاء على التلفزيون تبعتها بتاع سنتين لحد ما جات لإرادة يعني علشان تتواصل معانا قاعدت تتفرج سنتين السنتين هي أصلا ما فيش إرادة أني أنا عايزة أصلا أني أنا أخيص كنت متخيل أنك تعمل دائم أنا مش متخيل أصلا أني في يوم الأيام أني هنزلها أكبر 70 كيلو يعني كنتش متخيل أنك تنزل مش متخيل يعني خلاص أنا اقتنحت وهنزل وميت فلو 14 وتوكلت على الله جات للعزيمة وكلمت حضرتك وتواصلت معاك كان إيه اللي بيخوفك أن أنت تحول تخس أو كده أن أنت بتحب الأكل مريال أيلالي يعني سؤال الشباب اللي في سن أولا أنت عندك كم سنة 24 24 يعني في عز شبابك ما شاء الله ما كنتش بتلعب رياضة ما كنتش إيه كانت مشكلتك يعني كانت مشكلة الكسل كسل دايما أنا فاكر أحالينا في السعيد إن هم بيروحوا ويجوا ويمشوا ما كانش كده ما بيكون كلام ده لو أنا مش بعاني من زيادة وزن بعاني من زيادة وزن بكون واخد كل حاجة بكسل إن أنا لو رايح مشوار باخد وسيلة مواصلات إن أنا لو خارج مع صحابي طب يلا نلعب كورة وبتاع ما بقاش ليه نفس لده وده وده كتير جدا زي إسلام إسلام يمكن من أفضل الحالات اللي معانا لأنه هو صمرت نجاح لمبادرة أطفال بلاسمنا وشباب أصحاء ما يكون 24 سنة ويعاني من زيادة وزن في مقتبل حياته هو بصراحة كان بياخد الجرعات موعدها كان متابع جيد دايما كان بيتواصل مع أستاذة مريان خبيرة تغزيل من فريقي وهي كمان يعني لما قالت له أنت ممكن تطلع حلقة علشان خاطر تكون دعم لمن يعاني من زيادة وزن أنا يعني زايد وزني فقد إيه أنا عايز أطلع أعرف الشباب إن ما فيش شيء مستحيل وإن هو كمان كفاية إنه مش هيعمل دايت وما فيش حرمان دلوقتي هو بيمشي دلوقتي قال لي أنا ببين مو بشي حاجة لأن كانت فيه ناس كتير مش مصدقة أني هيحصل الكلام دي ضابولة ده أنت بعدها هتضرب تانو هتزيد طب أنا مخلص ليه ثلاث شهور هو بقاله ثلاث شهور غير بعد تزبيت يعني إنت أقصت أنا أحد أقول يا دكتور دعا أقول أيوحسن بعد كده يعني هو مازال بياكل أنت دلوقتي حاليا مثبت بقالك ثلاث شهور فقد الوزن معانا وثبت وطبعا علشان بعد المسافة إنه هو من أسيوت كان بيحاول يفضي نفسه يعني لنا كرساته كانت بتوصل له الغاية جميع حاجة جمهورية طبعا وما كانش عندك مشكلة يعني النهاردة النهاردة الساعة كذا بالدجيجة والواجد احكيلي وإحنا منستعد إننا نبدأ الفقرة أنا يعني معالش كده ضربت ودن معاك شوية وإنت كان الناس اللي حواليك فاكرينك بقى إنك إنت يعني فيه تعرفين طبعا اللي بياخد أي مخدرات أو أي حاجة بيبدأ يخس ووشه يصفر ومش عارفة إيه هو زي الأعمر الله أكبر يعني ما شاء الله إنت كان حواليك مش مصدقين أنت نزلت قوي كده إزاي لدرجة كانوا فاكرينك عيان ما فيش الكلام دي عندنا في الصعيد إن حد ينزل يعني وتخين ويخس والكلام دي كله يتابع مع دكتورة والحاجات دي وكلها آه ما فيش كده ما فيش آه طب أنت بقى غيرت في صحابك يعني أصحابك وقريبك اللي شافوك إنك أنت من آه بس بردك ما دخل لهمش الفكرة معقولة آه ده أنت سافرنا في الصعيد ده أنت المفروض يعني تفاهم الناس إن صحتهم في رشقة وزنهم ده المفروض اللي هو كده هو بس يعني أنا كنت أقول متعلج أني أنا خس والله إنت أفضل ثمرة نجاح تتحدث عن مبادرتي في جنوب مصر يعني الصعيد وبعدين أصلاً أحب الصعيد شوية لأن أنا والدي الله يرحمه رحمة الله عليه كان من إنا فأنا يعني الصعيد له معزة معزة زيدة طبعاً من إنا مركز جوس طيب أنت دلوقتي يعني بدأت الكورس هو أنت كنت بتاكل كتير يعني مثلاً شهيتك كت مفتوحة باستمرار ولا كان فيه سلوكيات مثلاً بتاكل متأخر أكيد كل واحد فينا عارف عامل إيه نفسه اللي بي عبيتخل وبعدين أنا كنت برضك حسب الحالة النفسية بتاعتي يعني كانت حالة النفسية بتاعتي متدايق ممكن أخس يعني ممكن أخس كيلو بس مع اتنين كيلو يعني أنت عكس الناس كده عكس الناس اللي بيضيئ بيزيلي بزيلي لكن لأ مبسود الدنيا تمام تلاقيين هو بضربت خمسة كيلو يعني أنا كنت مثلاً أنا في الشغل في العمل بتاعي بتشتغل إيه أنا كنت بأشتغل في مزارع وكنت اشتغلت في شركات في البتروول واشتغلت في المعمار يعني أقصد أنه حتى شغله كمان بتطلب حركة مش قاعد على مكتب يعني وهو كل يوم برا البيت ولما طبعاً وزميله في الشغل في طار بقى وغدا وبعدين بردك كان فيه ده كله شغله بس ما كانش فيه نزول كان فيه شغله وكان فيه عمل بس ما كانش فيه نزول بس أروح فترة البيت تمام اللي هي الأجازة بتاعي تسبوح خمسة تاشر يوم تلاقييني لو أنا كنت مثلاً نزلت خمسة وتسعين ولا أربعة وتسعين تلاقييني ضربت فوق المية وعشرة أكتر أكلة بتحبها بتضرب معاك إيه بتضرب معايا ما ينفعش أقولها اللي هو الأكل البلد بتاعنا نحن اللي هو ده أكل أكل في الدول ما قولنا نزل كل أكل ده مريضة فاكين ما بنتخل إزاي ما عناه كل أكل ده بص يا أياه أعصلك أكلنا ما لو قلت قولك مش هتعرفيه فقلق قولك زي أياه يقول زي مثلاً عندي نحن المرج والفطير والخش الفرن ده أحنا بتوع الفطير كل السامنة البلد والكلام ده كله أكلنا مبنى على السامنة البلدي في الصبح تلاقي الفضار بتاعنا مبنى لبن وبيض وفول يعني أنت بطلت الحاجات دي كلها لا وعيش الشمس بتاعنا يعيش زلوت آه شوف شايف ناس مسقفة زي زلوت سمتي زلوت دكتور دعاء الحاجات الحلوة دي أنا على فكرة ضد أن أي حد يمتنع عن حاجة يقولها بيحبها هو بياكل مازال بياكل ده هو دلوقتي أنا علشان ألاقي اللي قدامي بياكل كتير النوع ده ما تقولوش يعمل ضاية خليه ياكل كل حاجة وأي حاجة ولكن بالنسب قليلة معتدلة انت كده من كلامه مع مريان شخصة الحالة لشاهية عالية ومحب للأكل ويخرج ياكل مع صحابه ويجي البيت مامته بطبه كويس وياكل كويس فياكل تاني زائد أن العادات والتقاليد في المناخ المحيط به كله مبني على وقشطة وفول الصبح وكل ده يزود الوزن هل بقى نقول النوع ده اللي هو محب للأكل لأن إسلام محب للأكل مش مثلا يعاني من حالة نفسية فزاد وزنه كده بيزيد وزنه وكده بيزيد وزنه لما دي نيجي نتكلم عن النوع ده لازم تديله جرعات وتأكد عليه ياخد جرعاته في مواعدها الباكت من الباستا كان بياخده بعد الفطار بيجي بعد الغد بتديله نسبة الجارسينيا القهوة الخضر آخر النهار علشان وده باكت مرة واحدة في اليوم عد أول شهر ما شاء الله خاصة 13 كيلو وهو كان حريص جدا وما كانش بيسقط منه ولا جرعة وكان بيتابع جيد مع مريان هو كمان كان مبسوط جدا لفقدان للوزن لأنه شايف أن أنا يعني أنا صغير 14 سنة عشان نلبس جراليب ومش عارف قلب الزيزوية من سني والمفروض أن عمله بيحتاج منه حركة وخليها نتكلم أن الناس اللي زيد وزنها الحركة بتكون صعبة كمان صح لأن أكثر ما يتقلم به داخل جسم الإنسان من زيادة الوزن هي العزام فالعزام اللي ربنا صحنا تعالى خليها أنها تشيل 74 كيلو ما ينفعش أنها تشيل 100 كيلو تكون بنفس الأرياحية ومية دي البداية ومية دا 24 سنة يعني حيطلع طلعة كان لو سب نفسه أنا ركزت أنا وفريقي في المبادرة دي على شباب أصحاء لازم شباب وشباب وشبات طبعا طبعا أن دول قوة المجتمع ودايما أقولها مرارا وتكرارا أن ما ينفعش أبدا قوة مجتمعنا تكون مخوخة مخوخ يعني ضعيف يعني يعاني من زيادة وزن يعني لا قدر الله يعني دايما أقول مريض السنة خد بالك أنت أرض خصبة لتبعيات ما بعد السنة خد بالك طبعا إسلام عايزك تقولي بكل صراحة معاناتك وإنت مليان يعني وإنت كنت بتعاني من السنة أكتر حاجة كتب مدايقات إيه تمام النوم اللاعدة بتاعتي تمام وأنا قاعد كده هو مش مش مستليح أنتش هايلا 25 كيلو ولا 26 كيلو زيادة على قلب زيادة يعني افتقدتهم في النوم طبعا وما تيش حد يعاني من زيادة كل حاجة ما بينامشي ويكون فيش خير حميد أيو حتى في اللبس اللبس أنا شوفت الصور بتاعتي كلها جلاليبة لكن دلوقتي الدينية تغيرت شوية لعدة انت انت فلت شوية غيرت شوية انت فلت عيارك جاي أثر موضة وماشي فيه جلاليبة بس يعني لمناسباتها يعني كان لو في الأول ما كنتش أهربس اللبس دي لو صح لو السيف على رقابتك من وين ته صغير وين ته طفل مليان أه ولا الملوى دي أو السمنة دي حصلت في اللي هي يعني انتقال من الطفولة للشباب بالضبط وبعدين الناس يعني الناس للعينة هو انتوا عندكوا في الجينات مليانين السمنة وراسية دكتور دعاء السمنة وراسية وخصوصا يعني شباب هو اسلام رفاية يعني واحد رفاية ممكن تكون جيناتك وممكن تكون سلوك وراسي فأنا متعود على الأكل من صغري وفي أسر كل يا حبيبي خلص طبقك لأ كل ده كمان فأنت مع مرور الوقت أنا بقول ليه أطفال بلا سمنة لازم أأكل ابني من الطفولة بشكل سليم شكل صحيحي ما تغطش عليه الضغط ده انت بتبغوز معدته انت بتكبر معدته النهاردة كده بيكون هو صاحب وجبة كبيرة وشهية عالية بالتالي بيكون طفل بدين ثم شاب يعاني من زيادة وزن يتقدم به العمر يكون هو يعاني من يعني من سمنة مفرطة وده غلط لأنه بيكون عمر الدهون داخل جسم الإنسان طويلة ولكن إذا عملنا بنية تحتية وخلصنا الأطفال من زيادة الوزن فأصبح طفل مش بدين وصحي ولا يعاني من زيادة وزن شاب مثالي ويتقدم به العمر يكون في حالة صحية جيد الحمد لله يا رب يمكن المبادرة دي لمست فيها مدى وعي المجتمع المصري لأن دايما ينعت البعض الصعيد أنه ما عندهش دراية لا صعيد مصري عنده دراية وفيهم ناس كتير جدا مش أول صعيد يعني مش أول صعيد كان فيه من المينيا وفيه من إنا وفيه من سهاج كل مصر ما شاء الله بقى عندها وعي من خطورة السنة واخدين بالهم وبلاقي كتير جدا أنا ابني بيأكل كتير طب أعمل معا إيه هتعملي معانك تأكليه بشكل صحي لندخلي الخضروات على أكله الطفل اللي ما بياخدش خضروات ما بيكونش عنده مناعة قوية ما فيش تغزية بدون خضروات ما فيش تغزية بدون طبق صلطة ما فيش تغزية سليمة أبدا أبدا بفاست فود الفاست فود بيحتوي على كالرز عالية بتكون يعني معجنات مياه غازية بطاطس كل ده غلط وزيوت مهدرجة كل ده غلط وده يضعف المناعة وده يخليك تكتسب دهون عالية بالتالي يعني مش هتتحرق كلها أو مش هتم تمثيل غزائي لها كلها ويتراقم دهون في دهون بالتالي يبقى شاب يعاني من زيادة وزن كده يعني لو تخلصنا من ده إن شاء الله إن شاء الله مش هتكون مصر في الإحسائية الدولية معاناة من زيادة الوزن إسلام أنت لسه مش متجوز ولا تجوز لا لسه مش متجوز لسه مش متجوز هل ممكن تتجوز يعني وحدة وزنها زيد في الأول كان ممكن لأن شبهي لك شبهي أنا عايز أعرف لا أعايز أعرف الشباب بيفكروا كذي لكن دلوقتي طبعا الدنيا تغيرت أنا أخذ وحدة تقيلة لسه تتحرك تعمل الحاجة أو لسه خلفة وشيدة هتزيد طب لو أنت بتحب وحدها وزنها زيادة شوية هل حت يعني هتقول لها لازم تنزل وزنها أنا فيه ناس كتير يعني خليتها كلمت الدكتورة تمام دعاء تمام يعني ومدتها الرقم وعملت لهم متابعة تمام معها على الواتس وعلى الفيسبوك مش بقولك خير خلاص بقى بقى بقولك حياتك اختلفت واسأل عليه الدكتورة مريان بردك مريان بخائية خس كتير وعايز يطلع كمان طب يلا يلا حلقات جاية إن شاء الله نطلعهم دكتور دعاء بس نصلح حاجة أو مش نصلح نفهم الناس حاجة من خلال حضرتك طبعا إن مش كل حد في خلال شهرين حينزل 27 كيلو أه فيه والله يفكرتين بليز النقطة في حد دلوقتي يشوف اسلام يقول 26 كيلو في شهرين بيجينا ناس كتير خاصة 20 كيلو في 4 شهور ما هو على حسب استجابة الجسم دلوقتي مشكلة اسلام كانت في شهية عالية ولغبطة في مواعيد الأكل زبطنا زبطنا ليه مواعيد الأكل وإدينا له المادة العشبية اللي قفلت شهيته سواء كان كورس البستا أو الجرين كافي فخلص ده فماشاء الله قفلنا شهيته فما أكلش فوزنه زبط كمان ما عملش ضايته كان بيأكل بالنسب قليلة معتادلة كان حد حريص جدا في إنه ياخد جرعاته في مواعيدها ممكن كمان تكون الكتلة العضلية كانت بسعدان الرجالة بيتميز الموضوع عندهم أكتر من عندنا لأن الكتلة العضلية عند رجل أكبر فعملية التمثيل الغذائي عنده أعلى وأصبط من المرأة هو ما شاء الله عملية الحالة عنده كانت تنظبطها جدا ما شاء الله كان فيه استجابة قوية وهو من الحالات ما شاء الله يعني في شهرين 26 كيلو ما شاء الله يعني أنا شايفة إن ده نجاح ما شاء الله أكيد طيب معنا هدى على التليفون مدام هدى بقى ولا أنيسة ألو مدام هدى إزايك أهلا 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 ربنا يخليكي ده نورك تفضلي معنا دكتور دعاء سهيل أهلا أهلا سهلا مساء خيري أهلا إزايك يا رب يطول بعمرك مرسي ربنا ينور عليك أهلا عايش عايزة أقول بقى دكتور السعادة بتاعتنا يربي يخليكي وحكي لنا حكايتك بقى تأكيدا على المحوم ده يا هدى تمام أبوتي حزيزك هو يعني الموضوع السنة ده طبعا مصري تعيما كلها بتعني 49% من الشعب المصري ما بين طفولة وشباب ومتقدم بهم العمر يعانوا من زيادة وزن يعني نص الشعب المصري كارس اه طبعا انا اه انا خليت كوت يعني كنت في السغرينيات وكان وزني كتير وبعد كده نطيت مرة واحدة فوق خالص انا كنت 89% فطبعا دخلت في ضغط ضغط دم كنت أخذ عليك ضغط اربع اخمات شهور تعريبا بس لقيت اللي لازم يكون فيه بقى الطبي يعني لازم يكون فيه حاجة عاملها فلاص يعني بس هو طبعا احيلا مثل الكورس اللي لما عود اكثر ضعاية ان هي بتلمك باكت كل باكت واحد اني متحكم بشهاية احنا بنضم ضم اكلنا احنا بنعرف نعمل مجهودنا بنلاقي نتيجة حلوة جدا الكورس بيساعدنا مفيش حقبة طالص وقفة قدامنا طبعا انا كتت بيت وامة وولاد وبشتغل فاني كميدي اكل كل يوم بأطناق معينة بطلبات معينة ده كان هتجهزي للبيت ولا هتجهزي للضايت دايما الناس اللي تتبع حمية غزائية معينة وعملين ضايت وهيعمل اكل ليه لوحده والبيت كمان ده نحيا بيضايقه وانا ما عنديش وقت واعمل اكل ليه علشان انا عاملة ضايت والبيت بيأكل عادي فده بيكون هبك على المرأة صحيح وده اللي بيخليك معظم الناس لأ مش هخص عشان انا مش هعمل الف حاجة بالمبهر لكن دايما الاكلات اللي بتبقى يعني انواع معينة ده بيكون مكلف كمان عليها صح صح جدا جدا صح فعشان كده انا بقول يعني انا اشتغلت بمدرسة الكميات وليس النوعيات علم التغذية علم كبير جدا وليس معقد يعني فيه ما يتناسب مع كل الشعوب احنا كشعب مصري عربي احنا بنحب الاكل طيب خلينا ناكل كل حاجة واي حاجة ولكن بنسب قليلة معتدلة النسب القليلة المعتدلة دي فيه كتير مش قادر عليها لانه لو عنده الكنترول ده من البداية ما كانش يزاد وزن صحيح وعلشان كده صح وعلشان كده انا بشتغل بالمدرسة دي بديوا الكورس البستا بيكون مرخص وزارة صحة اه ما شاء الله بيقدروا انهم يفقدوا معاه الوزن وخير دليل المدام ولا مضمزيلا شنصوتك صغير الشغط بالي مدام هودا مدام هودا بشكرك مدام هودا شكرا جزيلا للشباب ان هو ما يسبش نفسه لسن السوء ما شاء الله بازال امر امر وما بيسبش نفسه فريسا للسمنة وعنده وعي وخايف من تبعيات سيادة الوزن صحيح بشكرك انك انت جيت يا اسلام وان شاء الله منتظرينك حلقات جاية كتير بشكر حضرتك يا استاذ دعاء واشكر برضك الدكتورة دعاء يعني واشكر برضك دكتورة مريان مخايل يعني كل الشكر كل الشكر وكل الشكر وتقدير اليوم ونشكر مع حضراتكم اللي دايما الحقيقة بتجيب لنا كل النماذج اللي بتستحق ان احنا نتابعها دكتور دعاء سهيل دكتورات تغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا صاحبة مبادرة اطفال بلاسمنا وشباب اصحاء اول مؤسسة فكرة التخصيص اونلاين في مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمرسي على استاذ حضرتك وبشكر حضرتك واشوفكو يا رب الحلقة الجاي على كل خير باي اشتركوا في القناة